عدد لا محدود من القصص ما بدي يقولكم ملايين القصص لحتى تعملوا المحتوى القصصي هذا المحتوى من أكثر المحتويات طلبا على اليوتيوب بالشكل الخاص إذا عم تفكر تسمع محتوى قصصي وعندك مشكلة بالقصص فهي الحلقة هي دديل شامل لتكتب المحتوى القصصي ما رح تشوف المعلومات بأي مكان تاني يلا نتابع الحلقة عملنا حلقة سابقة عن المحتوى القصصي ومن أكثر التعليقات اللي نكتبت طيب عرفنا كيف نعمل المحتوى القصصي لكن من وين نجيب القصص ما عنا وقت نكتب القصص ونفس الوقت في كتير قصص عليها حقوق نشر ما فينا نجيبها ونعيد صياغتها لأنه ممكن نتعرض لإبلاغ لهيك هاي الحلقة موجودة كذليل شامل لتكتب قصتك وبضغط الزر وبالذكاء الاصطناعي ومع تطبيق مجاني بالكامل يعني كل المعلومات اللي بدك تاخدها من هذا التطبيق وتستخدمه رح تكون مجانية دون ما تدفع في الإسواحد ولسه أقولوا ما لكم بلنين عندي أنا محمود الجبلي وراء الكاميرا زوجتي رامة طحان نحصلنا على أفلام عم نحاول فيتكون بأسرار صناعة المحتوى وفن الصورة والصوت وكل ما يتعلق بالتطبيقات التقنية قالونا نبدأ معلوماتنا مباشرة بداية لازم تعرف أنه في خطوط أساسية للقصة وهي بشكل كلاسيكي البداية الوسط النهاية وهذا القانون حطه أريستو قديما من أجل كتابة القصة والمسرحية عبتم تطبيقه بالوقت الحالي على السينما الكلاسيكية والقصة الكلاسيكية ما بدي يعقدكم كتير احفظوا البداية الوسط النهاية هاي لازم تتكون بشكل بسيط قصتكم ولازم تسير العناصر الأساسية ضمن القصة وضمن خطوط القصة لحتى تدعم تقدم الأحداث يعني عنا شخصيات وعنا أحداث أساسية وعنا أحداث فرعية وعنا حبكة أساسية هاي النقطة اللي بيوصل فيها البطل ومنشد إيدينا على الكرسي ومنقول وعى تموت أو إحذر ومنبلش نحكي مع البطل من ورا الشاشات هاي منسميها ذروة الأحداث وبعدها تمشي الأحداث للنهاية والحل حاولوا تفهموا بشكل مبسط كيف تمشي الأحداث وبشكل كلاسيكي وهذا هو النمط الأسهل إلك بالبداية بعدها كيف توجد القصة رح تفتح معي تطبيق الذكاء الصناعي من جوجل جوجل جيميناي طبعا رابط الوصول للتطبيق أو حتى للموقع مهما كان بلدك لأنه بعض البلدان فيها تطبيقات بعض البلدان لازم تفتح الموقع كله موجود بالوصف وبعدها لازم تعطي نص أساسي لحتى يكتب لك عنه القصة وهي واجهة التطبيق يا أصدقائي جوجل جيميناي تركت لكم أيضا متل ما أمثلكم من الوصول للموقع والتطبيق كل المعلومات عنه موجودة بالوصف في بعض البلدان فيك تحمل التطبيق من جوجل بلاي أو من أبستور بشكل سهل وبشكل مباشر وبعض البلدان لازم تفتحه من الموقع يعني من خلال جوجل كروم وهذا الشيء مثل ما حكيت فيكم تصالوا له الآن بالوصف بكل بساطة نحن بدنا نعطي بعض المعلومات يعني نكتب لهون بعض المعلومات من أجل كتابة القصة مثل ما حكينا شو هي المعلومات اللي بدت تكون رح ناخد هلأ مثال بشكل سريع ممكن نكتب هذا النص يا أصدقائي وريد كتابة قصة بوليسية عن جريمة قتل لمراهقة تم إيجادها على الشاطئ لكن ليس عليها أي ملامح غرق أو دماء والجثة ترتدي ملابس من التسعينات وتحمل جهاز لاسلكي غريب ويبدو من العصور القديمة تأتي فرق البحث والتحري وتبدأ البحث من أين أتت الجثة ومن قتلها ومن أله للذكاء الاصطناعي اكتب القصة اعتمادا على البداية والوسط والنهاية واستخدم شخصيات وحبكات لدعم القصة وعمل عنصر التشويق واجعل القصة تناسب حلقة يوتيوب مدتها عشر دقائق أقل من ثانية وحدة صارت القصة موجودة قسمني إياها لمقدمة لوسط لنهاية خلونا نقرأ شوي القصة في صباح مشمس هزت جريمة قتل بشعة بلدة ساحلية هادئة عثر صيادون محليون على جثة فتاة ملقاة على الشاطئ وقد بدت عليها ملامح الهدوء وكأنها نائمة شايفين المقدمة أيضا خلونا الروح على النهاية بعد تحليل نتائج المختبر تبين أن الفتاة التي عثر عليها على الشاطئ كانت إحدى المشاركات في تلك التجارب السرية كان جهاز اللاسلكي الذي عثروا عليه معها هو جزء من هذه التجارب شايفيني أصدقائي أيضا أضف لي عناصر التشويق والغموض والتاريخ واللغة المشفرة والتفاصيل الدقيقة هاي القصة تصلح لتكون حلقة يوتيوب مدتها 10 دقائق توصل المحققون إلى أن الفتاة كانت ضحية تجربة فاشلة أدت إلى موتها بطريقة غريبة لا تترك أي آثار ظاهرة تم التخلص من جثتها على الشاطئ للتغطية على الجريمة ولكن تم اكتشافها بالصدفة بعد كل هذه السنوات القصة صار جاهزة لن نشر على اليوتيوب وهذا مثال ممكن تطبيقه على أي قصة بناياها إن كانت بوليسية أو كوميدية أو حتى غريبة شو ما بدك فيك تكتب وفق هذا النمط اللي أنا حكيت عنه كمثال ثاني فيك أنت تاخد هاي القصة لحتى تكون مثلا فيديو قصير شورتس يعني فيديو تحت الدقيقة كل ما عليك تكتب نفس النص وبعدها بتطلب منه اكتب قصة تناسب فيديو شورتس قصير على اليوتيوب أو فيديو مدته دقيقتين ثلاثة فيك تحدد له الوقت وبعدها بيعطيك القصة تناسب هذا الوقت بحيث إذا أنت بلشت تحكي هاي القصة تنتهي بشكل تقريبي بالوقت اللي أنت طلبته فيه عسابين المثال نطلب منه اكتب لي قصة إثارة وغموط ليس لدي أي فكرة عن الشخصيات وعن الأحداث وعن أي شيء لكن أريد أن أكتب قصة تناسب محتوى قصصي على اليوتيوب لحلقة مدتها خمس دقائق أريد تشويق وأريد إثارة ممكن أيضا نطلب منه اسألني بعض الأسئلة في حال احتجت معلومات مني قبل منكمل يا أصدقاء إذا حابين تصنعوا محتوى ما يكون عرفانين كيف وشون كون تبدأوا فأنا معكم من البداية حتى النهاية بكوميرا أكاديمي منقدم لكم أقوى تدريبات صناعة المحتوى من الأليف للياء نبدأ معكم من الصفر من عداد المحتوى تطوير المحتوى تجهيز المحتوى تصوير والمونتاج وكل ما يتعلق فيهم وصولا للخوارزميات والنشر للوصول لهدفك بصناعة المحتوى بتدريبات مثل صناعة المحتوى من الفكرة للنشر يعني منبدأ معك بالمحاور للتلاتة لليوتيوب والسوشال ميديا وتحقيق الأرباح من أكثر من مصدر وأيضا دورة التيك توك الشاملة بتشرح لكم كل ما يتعلق بالتيك توك لحتى توصلوا لهدافكم على منصة التيك توك أيضا في عرض شامل بشمل كل الدورات وبسعر مخفض مو بس هيك بيقلكم كود خصم هدية يوتيوب 2024 فيكن تستخدموا هذا الكود لحتى تحصلوا على خصم إضافي لعينكم طريقة الانظمام وروابط الانظمام موجودة بالوصف والتعليق المثبت رح أعطيكم أيضا طريقة أخرى لإيجاد القصص هاي الطريقة يلي بتعتمد على الـ AI والذكاء الاصطناعي ففيكم أكيد تستخدموها لحتى تختصروا الوقت والجهد لكن في حال بدكم كتابة أصلية من خلال كتابة يدوية انتوا محتاجين لتتعلموا عدة أشياء بداية تتعلموا أساس كتابة القصص وبالتالي أيضا تتعلم أساس كتابة السيناريو يعني تفهم الشخصيات وبناءها تفهم عناصر القصة وبناءها وحاول تدمن الشخصيات مع بعضها وكيف تعمل الصراع خلال القصة هذا الشي بياخد منك وقت وجهه طويل أيضا محتاجه تقرأ كم كبير من الروايات وكم كبير من القصص حتى تولد عندك خيال الكاتب القصصي وبتوقع بتحتاج وقت طويل لهذا الأمر لهيك ممكن تتجه جاه الأول يلي هو الكتابة وفق الذكاء الاصطناعي أو فيك تعتمد على أشخاص أحرار فيك أن تتناقشهم بالقصة البتك ياها ويكتبوا لك ياها بشكل يدوي لكن هذا الشي رح يكون مكلف إليك بالنهاية أنا أعطيتك كل الطرق وكل أساليب وعليك أنت تختار مناسب إليك هذه معلوماتنا لليوم أصدقائي بتمنى أكون فدناكم بهذه الحلقة عن المحتوى القصصي وكتابة المحتوى القصصي بسهولة لا تنسوا تتركوا لايك وتعليق لنعرف أنه وصدكم الفائدة وأيضا تفعلوا زر الجرس في القناة في حال ما كنتوا انفعلينه وتشتركوا أيضا إذا ما كنتوا مشتركين وتحطوا كل التنبيهات أتصلكم كل الفيديوهات أول بأول أنا محمود الجبلي من وراء الكاميرا زوجتها مطحان نحصلنا أفلام عما نحاول نفيدكم بأسرار صناعة المحتوى في النصورة والصوت وكل ما يتعلق بتطبيقاتها التقنية أحب أن نحييكم ونقولكم سلامة ترجمة نانسي قنقر